وفي إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكرى الأربعين لتحرير سيناء قام محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة بوضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء بمدينة العريش وأشهد المحافظ بالدور العظيم لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية لما يبذلونه من جهود في عودة الاستقرار والأمان إلى ربوع المحافظة مثمنا الدور الذي يقوم به أبناء سيناء في ضحر الإرهاب